استعاد حسامة هسهنا هو القياس شنو القياس هسهنا بله خلينا احنا مشاكلنا السياسيين بياناتنا وكذا بس روح شوف الناس مجتمع شين وضع حوالي روح للموصل روح شوفوا الموصل شوفوا الأنبار شوفوا صلاح الدين الناس مرتاحة ومستقرة وهادية والمجتمع السني ترى مجتمع يعني يخضع للقانون بالعالم يخضع للقانون ويحب الدولة مو كلش يعني مهتميا من الأحزاب هذا صعد هذا نزل مو كلش متهم ما هاي فوضع الناس يعني هو يتكيف مع أي مسؤول يجي يجي رئيس بزراء يتكيف معه يجي محافظ يتكيف معه ما عنده مشكلة هو يريد أنا أقول لك قانون يطبق من يطلع بالشارع ما حد يتجاوز عليه وزينين ووضعهم زين كل زين نطمن عليهم يعني لا الحمد لله انت الآن الموصل لما تروح للموصل تلقى الصينيين وتلقى الأوروبيين والله يفترون سواح عنده شركات سواح سواح يعني يفترون في مكانات احنا كانت محرمة علينا يعني بذاك الزمن بذاك الوقت احنا محرمة علينا الآن هذا يفتر وبكل أمان والآن أيضا حملت أعمار كبيرة من قبل القطاع الخاص والقطاع الحكومي اللهم يديمها نعمة إن شاء الله على الموصل وعلى كله وأما الأمان الأمان أقدر أقول لك مو بس بالعراق لربما المدينة الموصلة اليوم أأمن حتى من مدن عربية ومدن أوروبية يا الله إن شاء الله الوضع السياسي السني شلونه مطابق لهذا الوضع اللي حشيت لي عنه وأنا قلت لك الوضع السياسي السني السنة مرجعيتهم الدولة السلطة زين فهم ما يباوعون يعني ما عندهم موضوع معين بأنه لازم نصير مثلا بهذا الحزب أو ذاك الحزب يباوعون على السلطة رئيس الوزراء رئيس الوزراء المحافظ ها هاي السلطة زين يباوعون عليها ولذلك السنة مطائفين السنة أنطوا أياد علاوي واحدة تسعين مقعد وأنطوا حيدر العباد الموصل الموصل أنطوا بالموصل ثمان مقاعد طلعوا أول صحيح